السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الثاني قسم الميكانيكا ان شاء الله هندرس مع بعض النهاردة طرق التثبيت المختلفة على المخارط طرق التثبيت المختلفة على المخارط دي يا شباب في منها كذا نوع انواع المثبتات عندي على المخارطة في عن طريق الظرف السلاسي او الظرف الرباعي والظرف الرباعي زوء اللقم المستقلة والتثبيت بين زومبتين والمخنقة السبتة والمخنقة المتحركة والصينية والشياك الانفراجي اول حاجة مع بعض الظرف السلاسي الظرف السلاسي ده شباب بيكون عندي ثلاث فقوق هما اللي بيثبته قطعة الشغل زي الشكل ده كده شباب هو الظرف السلاسي بيتحط قطعة الشغل في النص بما بين الفقوق وبيربط الفقوق بيثبت المشغولات المستديرة او المسلسة او المسدسة ده اول حاجة زي ما احنا شايفين كده شباب قطعة الشغل في الظرف متسبتها ايه وده قلم الخراطة ودي زومبت الغراب المتحرك بعد كده عندي تاني حاجة الظرف الرباعي زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده شباب اهو بيستخدم لتثبيت المشغولات المربعة او المسمنة ده الظرف الرباعي او الاشكال الدائرية عمت فيه منه اللي هو الشكل ده وفيه منه النوع اللي هو الظرف الرباعي زي اللقم المستقلة اللقم المستقلة ده يا شباب ان عندي كل فك من ده بيبقى فيه لقمة بتحرك الفك الواحد فقط انما الظرف التاني ده اللي هو الرباعي ده ده اللقمة دي لما بتيجي تلف بتخلي اللاربع فقوق يتحركوا مع بعض انما الزوء اللقم المستقلة كل فك بيتحرك لوحده زي ما انا شايفين كده يا شباب ممكن بعمل لها ترحيل ما يكونش الشغلانة في منتصف الظرف ممكن ارحلها لمركزي من الظرف بنسبة بسيطة اه طرق تركيب الظرف في المخرطة في عندي اللي هي الطرق الالووز بس دي اه بيبقى فيها خطورة لان المكنة لو خدت عكس حركة الظرف ده بيفك وفي عندي طريقة تانية اللي هي بربط مسامير الالووز في الفلانشة الموجودة بتاع عمود الدوران بيروح مثبت الظرف ده في الفلانشة دي يا شباب عن طريق مسامير الالووز بتربط في الفلانشة اللي هي بتاع عمود الدوران اللي في الغراب السابت في عندي كمان التزبيت بين زومبتين الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده يا شباب اهو ادي زومبا هنا هي والزومبا هنا هي وقطعة الشغل في المنتصف ما بينهم ومسكاها كلابة ومربوطة في القرص الدوران ده يا شباب عشان تضمن دوران قطعة الشغل ده التزبيت ما بين زومبتين اهو يا شباب ادي قلم الخراطة وادي الزومبا بتاع الغراب المتحرك وادي الزومبا اللي في الغراب السابت في عندي كمان المخناء السابتة المخناء السابتة دي يا شباب بستخدمها في السند المشغولات الطويلة لما يكون عايز اشتغل في القورة بتاع الشغل او عايز يعمل فيها تمام والشغلان طويلة فبيرجيب المخناء السابتة بيثبتها على الفرش بتاع المكنة ويسند بيها المشغولة ويكمل بقية الشغل في القورة بتاعتها دي المخناء السابتة في عندي آآ المخناء المتحركة المخناء المتحركة دي يا شباب دي لما يكون شغال بقلم الخراطة في شغلانة طويلة فمن منتصف العمود لو الشغلانة رفيعة بيحصل اهتزازات الاهتزازات دي لو حصلت قلم الخراطة بيطلع السطح مش عدل وبيحصل ترحيل السمطر بتاعه فبيروح جايب المخناء المتحركة بتركب على العربة بتاع المخرطة وبتمشي مع العربة قدام القلم زي ما احنا شايفين كده يا شباب ادي القلم اهو وهدي المخناء المتحركة بيكون لها فكين فك من فوق وفك من وراء من هنا كده بيسند الشغلانة علشان ما يحصلش فيها اي زبزبات اهي يا شباب بشكل توضيح تاني لها اهو عندي الصينية الصينية دي اللي هي يا شباب ايه دي بسبت عليها آآ اي قطعة غير منتظمة آآ قطعة فيها ترحيل السمطر بتاعها لا مركزي بيتسبت علي الصينية دي وممكن بسبت عن طريق زاوية او عن طريق فكوك في منها اللي هي الصينية الدورة اللي بتركب مع الزومبتين اللي هي دي يا شباب وفي منها الصينية المسطحة اللي هو بيركب عليها ترحيل السمطر وبيكون فيه تقل الجنب التاني علشان يوازي حركة الضاران اخر حاجة عندنا يا شباب اللي هو الشياق الانفراجي ده الشياق الانفراجي ده لما يكون عايز اشتغل على السطح الخارجي بتاع القطعة كلها طيب انا دلوقتي الظرف المفروض يكون مسك على القطعة اشتغل ازاي قال لك عن طريق الشياق الانفراجي ده يا شباب بجيبه اروح جاي يمركب القطعة كده القطعة هي وارح رابط بالصمولة من هنا طبعا الغراب بيسند زومبت الغراب بتسند من هنا والجنب ده بيكون الظرف ماسك عليه ويشتغل المخرطة في حركة الدوران وكده هقدر اشتغل على السطح كله وكده وصلنا لاخر درس بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا